موسيقى أصدقائي المشاهدين والمستمعين من حييكون عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نطرق فيها لموضوعين موضوع احتفال كاريتاس لبنان رابطة كاريتاس لبنان باليوبيل الخمسين خمسين ومكملين يعني هيدا نقطة كتير مهمة لأنه كاريتاس هي حد الناس مع الناس بتأمن احتياجات الناس على قدر طبعا ما بتقدر رح نسلط الضوء على كاريتاس وعن كمان الاعمال اللي عم بتقوم بعد فيها كاريتاس والافكار لتساعد الناس حتى كمان يروحوا على شغلهم ويقدروا يصيفوا بها الصيفية وبعدها كاريتاس عم بتفتح اقسام لاله هيدا اول موضوع اليوم مع الابونا سمير غاوي رئيس دير مار مارون مجد المعوش ورئيس اقليم الحرف كاريتاس لبنان كمان رح نحكي عن موضوع المي اليوم مي مقطوع يا فندي كل الضياء كل البلدات حتى العاصمة بيروت صرخت من انقطاع المياه هو الاقسة تنقطع الكهرباء ماشا الحال منعيش على العتمة بس فينا نعيش على المي شو صار بوضع المي من بعد ما تحرك رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وين اموال المؤسسة اللي كانت تعتبر من الاغنياء وين صرفوا هالأموال شو وضع المؤسسة من جوه يعني الموظفين العاملين وفعلا هل نحنا قادمين على أزمة تأمية هاي هالعنوين اليوم مع ضيفنا إذن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة بياه لبنان طبعا بيروت وجبل لبنان قبل ما نفتح هالعنوانين خلا نحكي شوي عن الحكومة هلأ الموضوع كل الحكومة واستشارات وعبيله الناس بالمن والسلوى ما هي الحكومة نفسها اللي بتشبهكن ووصلتنا لهون يعني للانهيار منيح اللي بعده الهوى متوفر ولو ملوس لماي لكهرباء لخبز معقول زهقنا من الحكومات التوافقية والسياسية بدنا حكومة فعالة حقيقية اليوم ناطرين المغتربين ليخففوا شوي من وقت اللبنانية لمعترين بالانهيار بدنا نقول لهم لا تخفر لهم يا أبتي لأنهم يدرون ماذا يفعلهم خربوا البلد وبعدهم عم بيكابروا ويتفلسفوا على اللبنانية وينادوا بالعفة نعم مكافيين أركان السلطة بالحكم بإرادة قسم من اللبنانية اللي انتخبوهن وهلأ على عتبة استشارات النيابية لتشكيل الحكومة نستصرخ ضمائر العالم وضمائركن ترقفوا بيها البلاد والعباد وإلا مكملين مثل ما نحنا بشيك أبونا صباح الخير أهلا وسهلا فيك حييكي وحيي المستمعين وبتصور بعد هالمقدمة ما في بقى وعد يحكي ولا كلمة إلا يصلي تحت ربنا يقطع هالمرحلة الصعبة لأنه ما فينا نتكر عليهم لأنه بتبكي هالممقدمة بتبكي لأنه هي عم توصف الحالة اللي نحنا فيها بس نحنا وصلنا قسم بينهم يمكن نحنا علينا اليوم من بها المرحلة كأشخاص مؤمنين نصلي تحت ربنا يسعدنا ويلهمنا بالخياراتنا وبتصرفاتنا وبأعمالنا القادمة نعم يعني بدنا ننطلق عنا موضوع كتير مهم أنه النقل اليوم يعني حتى كاريتاس يعني عم بتفكر بالكل حتى وصل تفكيره أنه تأمن بسيط نقل اللي يبدون يصيفوا بيضيعون شك؟ صحيح بأي مبادرات كاريتاس رابطة كاريتاس لبنان يعني وعود عم بتكون وعم بتلبي الوعود إن كان بالمستشفيات إن كان بالعطاءات إن كان بالأدوية إن كان عم بتكون حد الناس وبيحتياجات الناس وبالبرامج المنوعة لطبعا كل شهر شهرين أو كل شهر أو حتى يعني نصف شهر بتفاجئنا ببرامج المنوعة وكلها بتصب لخدمة الناس خمسين ومكفيين كيف وبأي قدرات ومين عم بيقدر يساعد هالأدوية كاريتاس لأنه الحاجات كتير كبيرة صحيح هي من خمسين سنة بلشت فكرة صغيرة وابتد بمشروع صغير وصار يتطور توصلنا مبارح للعرس اللي كان مبارح لأداس بحريسة وأنا مثل عرس حرطي كنتي حاضرة وشفتي الأكتر أنه الحضور الشباب الموجودة وهذا بيدل أنه نحن بمستقبلنا بعدنا في أخير اليوم كاريتاس اللي عم تعمله صار شبه دولي بكافة الصعود بكافة الميادين ما عم بتخلي كي طاع إلا ما عم تشتغل فيه يعني كل سنة عم بيكون فيه مجلس الإدارة برئيس الأب ميشيل عبود عم يعملوا تقرير نوعا ما عم بيكون مخيف بالمجالات اللي عم يشتغلوا بالأرقام اللي مشتغلين فيها مثل ما تفضلتي من الموضوع الصحي والاجتماعي وبكال الصعود والتربوي والأماناليك وحتى عم تروح بمعض المشاريع اللي هي بتكون مفاجئة من هالمنطلق اليوم كاريتاس أغتر صارت من جمعية خيرية عم تشتغل أصبحت شبه دولي ومنى بمحل واحد انتشرت من الشمال للجنوب وبالبقاع اليوم بلبنان بتغطي 36 مركز 36 إقليم تحتى تقدر تشمل أكبر عدد ممكن أكيد بهالحالة الاجتماعية اللي حكينا فيها بأول حلقة بمقدمة حضرتك وصفت الحالة اللي نحن فيها من هذا المنطلق صارت كاريتاس عندها حاجة أكتر بكتير من قبل اليوم اللي كانت تغطيه صار جزء صغير يعني بيقول بير ميشيل الأوقات أنه نحن قدرين نعطي ألف لكن الحاجة هي مئة ألف ولكن رح نسعى قد ما بنقدر أنه ما حدا يدق بابنا وما نكون حده عم نسعى قد ما بنقدر ومش بس بكارتوني أو بحصة اجتماعية عم بتروح على أكتر من هكيف رحنا يعني الرقم هاك المرة بتطلع التقرير تبع الصحة مخيف الرقم اللي دفعته كاريتاس هالسنة عن المستشويات عن موضوع الأدوية عن المساعدات كافة يعني ما رح عد أحسن ما أنسى قطاع معين بس كاريتاس موجودة اليوم يعني بمساعدة أو من الدول المانحة أو من الجمعية المانحة أو من كاريتاس بالعالم لتقدر تلبي هالمبادرات كمان في عندها نايس وهن شباب وصبايا مشوفهم على الطرقات هلا بحملة كاريتاس بعضهم موجودين لليوم عم يدخلوا حتى على المؤسسات طيب قديش يعني اليوم كاريتاس اللي عم بتساعد الكل ده عم بتساعد اليوم كاريتاس هي أهميتها لما أخذت ساقة الناس بالشرفية اللي بتشتغل فيها صار في كتار أشخاص عم يجوا يساعدوا يوم المساعدة هي مش بس مادية بتكون في مساعدة عينية في أشخاص بتقدم ذاتها في أشخاص بتحط سياراتها في أشخاص بمبادرات صغيرة يمكن القسم الأكبر من المساعدات عم تجي من دول مانحة من هيبات خارجية كبيرة تتأمن مشاريعها لكن أيضا من الداخل في كتار مبادرات فردية برجع بول مش بس بالمصاري كاريتاس فيها تتساعد وهون هي دعوة لكل المستمعين وكل اللي عم يحضرونها أنه أنا إذا حابي بساعد ممكن كتير اليوم أنا ما عندي إمكانية وافترضنا ساعد بضيعت كل الضيعة بس هي كاريتاس تجي بتنظمني أنه إذا قدر أنا ساعد المبلغ الصغير اللي بحطه بكاريتاس رح تخصصه لأشخاص هني بحاجة من هذا المنطلق هي دعوة لكل شخص شو ما كانت قدرتك يمكن تقدر تقدم نهار يمكن تقدر تقدم سيارتك نهار يمكن تقدر تقدم مساعدة مادية يمكن تقدر عندك اختصاص معين بتحطه بتصرف كاريتاس هؤلاء المساعدات يعني يومنا ما نشوف هالشباب على الطرقات منشوف الأشخاص المتطوعين بكاريتاس بكل فروع كاريتاس بلبنان هؤلاء اللي عم يقوموا بالحملة الكبرى وكيف عم تجي مساعدات من برا وعم تجي مساعدات بدون أي مقابل للقسم الأكبر هلا فيه أشخاص هني موظفين سبتين لكن للقسم الأكبر هني عم يجو متطوعين حتى يقدموا خدمة ومن هون كاريتاس بحاجة لكل شخص بحاجة لكل متطوع مثل ما هي بحاجة للشخص اللي هو موظفه وعنده كافئته كمان هي بحاجة للمتطوعين والأشخاص اللي عم بحطوا حالهم وبحاجة لأموال والمانحة وروابط كاريتاس بالعالم قديش بتساعدوا بعض يعني كاريتاش لبنان قديش تتساعد من قبل كاريتاس اللي موجودة ومنتشرة يعني بالعالم اليوم الوضع الاقتصادي بلبنان صار شبه معدوم ومن هالمنطلة صار فيه كتير ناس بحاجة زاد الرقم الحاجة اللي عند الناس زادت وخلى أو دعها هيدا الشيء إنه كل برا الروابط كاريتاس برا يلي هي نوعا ما بحالة أفضل من ما نحنا تحط إيدها وتساعدنا هيدا أكيد مش بس كاريتاس عم قول نحنا ما عم نسكر البيب إنه بس كاريتاس اليوم في كتار جهات منحة عم بتكون وما بتميز آآ اللبناني عن لبناني كاريتاس ما عندها صحيح هي بنت الكنيسة لكن مساعداتها عم تشمل كل أبناء الوطن آآ برجع والكتير مهم اللي برا لكن نحنا دعوتنا وتشجيعنا لكل الأشخاص يلي هني داخل لبنان نحنا أكيد ما بدنا بس مصاري المصاري هي شي مهم لكن الحضور والإرادة وتقدمة الشخص بزيته هي أهم بكتير من المصاري طيب خمسين ومكملين بناء على أي أدورات إذن؟ لما منطلع بالأرقام ما بتصور أي مجلس إدارة ولا حتى مجلس البطاريكي الكاتوليكي اللي هو الرأس الكاريتاس كان رح يتخيل كل سنة الأدورات اللي عم تتقدم من هيك ربنا هو عم بيكون حاضر اليوم اللي عم تغطيه كاريتاس يمكن في محل الدولة ما قدرت تتعطيه أصبحت شبه دولة هيدا لأنه حصلت على سيئة الناس حصلت على شفافية وصار عندها قدرة مالية مخيفة عم تشتغل فيها وعم تساعد كل الناس والحلو أنه ما أنه بمكان واحد عم نحكي بكل لبنان وهيدا اللي خلى أنه إذا في محلات الخدمة ما عم تصال عم ترجع تنشق مثل ما صار هلا مركز جديد يعني صرنا مركز الستة وثلاثين الجديد طب يعني بناءً ليش افتتحت كاريتاس مركز جديد بإقليم الحرف الشوف الأعلى ليش يعني هالمركز بناءً على مناشدة الأهالي أم هي يعني كاريتاس من صلب مهامة وبرامجة أنه يكون عندها مراكز جديدة كل مرة يعني كل مرة بتفتح ولا أنتو نشدتوها؟ شو القصة الضائعة؟ رح تشرح لك هي عملياً كاريتاس نوعاً ما عندها صعوبة لأنه كنت ما بنفتح فرع أو إقليم يعني عم تتقصم المساعدات عم تتقصم الشغل وعم يضعف أكتر وأكتر المساعدات القيمة لكن بالمنطقة فوق عم نحكي بقرة بين علي وشوف 14 ضائعة لقيت كاريتاس أنه نوعاً ما هي بعيدة عن الخدمة اللي لازم توصلون إياها كانت هال 14 ضائعة تابعين لقسمين من كاريتاس أقليم دير الأمر وأقليم علي بهول 14 ضائعة التقوا البلديات والأشخاص كلهم وتقدموا بطلب لكاريتاس لأنه ضائعة بحاجة لأهول 14 ضائعة هني بحاجة وهي ضائعة أو منطقة كتير مهمة نحنا هيدا مركز بطاركي يعني نحنا اليوم بكل لبنين إذا قلنا النبين إذا قلنا أي محل إذا قلنا إليش نغرب نعرف أنه هيدا بطاركي قطعه هونيكي نحنا عم نحكي بمنطقة فيها بطاركي قطع بطاركين فيها الكنيسة كانت حاضرة لكن عملها الاجتماعي ما كان حاضر اليوم إجا عالم كاريتاس بنهار الافتتاح يلي كان بالنسبة لفوق المنطقة هو نهار تاريخي لأنه حضور الكنيسة الاجتماعي حاضر صار في حضور اجتماعي للكنيسة بالمنطقة وفوق وتاني شغل اليوم لأولاد الجبل هني بأمسل حاجة لدعم لدعم مش عم بحكي مادة لدعم يلي هو الطمأنينة اليوم لما تكون الكنيسة حاضرة بمكان الشعب الموجود بيكون مرتاح كان أول فعل شعب شو الفرق هلأ كاريتاس أصبحت بيها المنطقة الي بتشمل عدد من الضياع كمان شو الفرق الي بتحدثه إذن وجود رابطة كاريتاس ما الكنيسة موجودة الخولي موجود الكنيسة من قبل يعني طبعا هي بتساعد وبتسمع بس شو الفرق الي بتحدثه وجود رابطة كاريتاس بيها المنطقة فوق نحنا أوكي الكنيسة موجودة عم نحكي فوق المتان سنة نعم وعم تقدل خدمة الكهنطية والكنسية لكن الخدمة الاجتماعية ما كانت متوفرة نعم اليوم بخلال ثلاثة أسابيع سنة ثلاثة أسابيع فتحين المركز بلشنا بالمساعدات بلشنا بالغطي كل يلي بتغطيه كاريتاس بشكل كتير سريع واجت مبادرة يلي هي نوعا ما كمان آآ مختلفة عن كل الأقانيم نحنا بالجبل الناس عم بتعاني انه يطلعوا على الجبل خاصة بأزمة البنزين وصار انه اجت جائحة كورونا كمان خلى الناس تتباعد صار يجي المناسبات اليوم بيتميز ابن الجبل انه في علاقات اجتماعية من بعضهم لما اجت جائحة كورونا بطلت ناس تطلع على الجبل في بنزين غلى بنزين ومانا قادر تطلع وتنزل بتحط رقم كبير كل ما يكون في بعيد من هون يدفن او اي واجب كنسي او واجب ديني او واجب اجتماعي وايضا هملوا اراضيهم هملوا بيوتهم بطلوا قادرين يطلعوا وينزلوا وشغلهم ببيروت اجت كاريتاس تقول نحنا راح نحط باس ببيروت بيمشي عكس ما النسمة توقع بيمشي من بيروت الصبح مجانا بيبرم على المناطق يلي هني متوجدين فيها وبيطلع على الاربتعشر ضيعة بيبرم عليهم بيوصلهم للصبح وبيرجع عشية بيجع بيردهم ايه بس بتغار بقي الضيع ليش انه رحتوا على الاقليم ما رحتوا على غير ضيعة كمان ليش يعني بناء على اي حاجة ليش نقيتوا هالاقليم بالذات لحتى يعني تنظموا باس بيخدهم الصبح من بيروت وبيرجع بيجيبهم على هالضيعة انا عم بحكي مش من كاريتاس الادارة انا رئيس الاقليم يعني عم بحكي بالاقليم شو كان شغلنا هي اجت مبادرة من شاب من الاقليم ابناء الاقليم مغترب حكيم مغترب قال انه انا حابب ساعد اه ولاد ضيعت ولاد منطقته اجت كاريتاس تبنت كل المشروع اجاه وقدم فكرة ومساعدة صغيرة ومن هيك قلت انه هي كاريتاس تفتح المجال يمكن اوقات في اشخاص بقدموا افكار وي رح تكون وكاريتاس هي بتنفذلون ايها اليوم اجت بادرة من مغترب حكيم وحطت مساعدة قامت كاريتاس مشيت فيها اليوم اهمية رابط الاجتماعي بين الناس ونخلي الناس تطلع على الجبل يطلع يشوف ارضه وبيته ويشارك بالواجهة وترجع تقف الناس حد بعضها يلي هي ميزة لأولاد الجبل مش لازم بقى نخسرها وكانت مخيف انه نخسرها اي يعني بيروحوا على شارتون من ضياء عينة راز رشمية معصريتهم اه معصريتهم اه معصريتهم النهر الرملية كفرحيش وريت مجد المعوش واد الست ضيعة يعني عمليا نحن بدنا نخلي ولاد الجبل يرجعوا على الجبل يعني العوضة الى بيروت ساعة ستة مساء انطلاءا طبعا ومرورا ببلدات القرى اللي ذكرناهم يعني صحيح والنقل مجاني للجميع حلو الفكرة ان شاء الله تتعمى ويكون في افكار صار له اسبوع ماشي ما فيه ولا نهار عم يكون فيه كرسي فاضي يعني عن فك يا صلنا نرجع اذا نمشي بس طاني عمموا ياريت بيكون افكار من طبعا من اللبنانية من الخارج ديش بيقدروا يساعدوا اني ياريت هالافكار تتعمى ما يقدر اللبناني هلأ يروعوا على ضيعته يقضي نهار ويجي لان كلفة المحروقات كتير مرتفعة ومش عم بيقدر على كل حال بدنا نحكي كمان عن موضوع كتير مهم هلأ جينا اتصال من الناس انه كريتاس عم بتساعد السورية بالاضافة طبعا الى اللبنانية ما هني يعني الامم المتحدة عم بتساعدون وعم بيقبضوا بالدولار ويعدين مرتحين وبيروحوا وبيجوا على سوريا ويعني وما عم بيوقفوه لانه لازم بالانون اللي بيروحوا وبيجي يعني قادروا على سوريا يبقى بسوريا وعم بيقبض لانه هو معول على القبض بالفريش دولار من منظمات الامم المتحدة الموجودة باللبنان ايه ليش كريتاس صارنا ثلاثة أصابيع فتحين بتصور مقطع نهار إلا ما عندي زيت السؤال أسألة هذا السؤال الكريتاس هي بمحل لما بنحكي بالشغفية اللي عندي إياها يومنا بيجي واحد واهب بيقدم اي مبلغ او اي مشروع بيكون في اشخاص بيقدمه بدون اي شروط وفي اشخاص عندهم شروط يعني من جملة الشروط أقوات بيكون بيقول بدي خمسين بالمية للبنانية خمسين بالمية للسورية افترضنا او خمسين بالمية لبدي لمنطقته إذا كان هو من منطقة معينة مش برا كريتاس إذا أخدت هذا المشروع ووافقت عليه تلبي الشروط اللي حططها الواهب ومن هكي في كتار مشاريع اجد حطى أنه خمسين بالمية للبنانية خمسين بالمية للسورية مش خيار كريتاس هي تلتزم بالشروط اللي بتاع إذا مع الواهب بالمشاريع على طول بتقدم كاريتاس برامج يعني ويعطيها العافية وفي شباب متل ما قلنا متطوعين عم يشتغلوا فقط لخدمة الناس بس الناس ما بتعرف اي متى بلش البرنامج واي متى بيخلص كل الموجودين على الويب سايت عند كاريتاس ولازم يعرفوا يعني اليوم في برامج بتخلص وبيضل الحاجات لالها شو بتعمل وتتقوله يعني بيسيق حديثك ابونا قلت انه كاريتاس ما بترشع حدا فاضي يعني نصعدنا مقدر يوم لبنان كله بحاجة مش قدين نغطي كل لبنان بس نسعى انه وهي دي قوله بير ميشيل انه نحن نحن نكون شعار لانه ما يدق حدا بابنا ويفي الفاضي هيدا اللي بنسعى انه نصل له اليوم الشي المهم انا كل الاشخاص يلي عم يشتغلوا انا مثلا فيه يقول لك شكرا لحضرتك عم توصلي رسالة كاريتاس للاشخاص للمشاهدين والمستمعين لحضرتك لصوت لبنان وكل وسائل الإعلام الشي المهم انه اليوم كاريتاس برنامج طبعا هي كل شخص بحاجة عم تدعيه روح على المركز تسجل هلأ خلينا نوضح المراكز لانه يعني بيسأله بنروح على المركز الرئيسي ولا فيه مراكز كاريتاس معامل بكل بناء يعني كل حدا حسب منطقته اللي موجود فيها فيه يروح على المركز نفسه ولا بيروح على المركز الرئيسي لا لا كل شخص وين هم موجود اقرب مركز لإله بيروح عليه لما بيروح على هالمركز فيه اسسيطانت سوسيال بتقابله بتعبيله طلب هيدا اللي بدي اصل لجيوه بحداتك وقت فيه برامج كيف الناس بتعرف فيه بيتعبى طلب بصير عنا داتا عن كل المناطق اي مشروع بيجي اي مشروع بيجي منطلع على الداتا اللي عنا يلي بيشملهم نحنا منتصل فيه ونبعط له خبر مش بس هو منه بحيجي بس هو يتابع نحنا كمان راح نتوصل معه من هون هي دعوة لكل واحد محتاج او عنده اي حيجي يروح على اقرب مركز لكاريتاس ويعبي طلب لانه بيخدوا منه كل المعلومات ازا اجا مشروع تربوي نطلع بالمسجلين عنا من يشملهم نتصل فيهم ازا اجا مشروع اجتماعي مشروع زراعي بس يبقى الجروع يبتدي وبيخلاص بس ما نحنا بيكون عنا الاشخاص المسجلين يجب يكونوا مسجلين لحتى ازا اجا اي تمويل تبتدوا بالمساعة يعني احنا اليوم لما بتروح تحت شخص يسجل ناخد منه كل المعلومات يعني بتصير عنا ازا اجا مشروع بشي بطاله هو مداخل فيه يعني تحتى ما يتأخر ازا مشروع تلحق الروح ممكن لانه بتكون صغيرة وتبيجوا المشاريع على التسجيل من هيك بنتكل اكتر على الاشخاص المسجلي عنا نعم من هون هي دعوة لكل الناس انه اي شخص عنده اي حاجة معينة يروح يقدم عقرب مركز لكاريتاس كاريتاس هي موصولة بعضها يعني مركز الام باي مركز شخص راح لعنده راح تصلوا المعلومات على المركز الام يعني وطب يجي المشروع بيطلعوا بيقول هاي دي الشريحة راح تطال لهذا البرنامج يلي عدده افترضنا عشر تلاف شخص نعم يعني في كاريتاس كانت يعني هلأ بعض البرنامج ماشي انه بتدفع بتساعد بيدفع الفروقات على المستشفية بيقول حاجة كتير كبيرة هي اكبر اكبر حاجة اكبر شيحة ورقمة كتير كبيرة بي برامج كاريتاس انك تدفع فروقات مستشفية صحيح او يعني ما يتيسر من الفروقات في برنامجان صحيح برنامج يلي هو في بعض الامور تتعلق ببعض الامراض وبعض الاشياء الطارقة هايدي عم بيحاولوا يقبنوا لفرش دولار متل شو يعني يعني مثلا عمليات طارقة جراحية كونسير اول فاز في برنامج يمعت يعني اليوم انا بروح بقدم طلب هني بشوفوا اذا بيستوفي هايدي الشروط مثلا الواهب وحططة انه انا هوا دي انا بغطيهم وبيدفعوا لهم فرش دولار وفي يلي هني عندهم عمليات وما بيقدروا كاريتاس عم بتحاول تأمن تقريبا بحدود العشرة مليون مساهمة بس هيدا الرقم كمان وصلت بمحل قطعت كده حطة رقم قطعته رجل حطت رقم جديد كمان قطعته لانه هو اكتر حاجة اليوم ايه بس لازم يعرفوا الناس انه على قدر العطاءات بتقدر تعطي صحيح على قدر المساعدات اللي بتجيها بتقدر تعطي مش كل الوقت البرامج عدا تأمنه بوقته يعني نحنا نقول كاريتاس صحيح اللي عم تعملوا اهم من دولة بس هي مانا دولة مانا هي مانا دولة بس خمسين سنة وهم كاملين واكيد ما نكفي اكتر وبتصور مبارح شو ما نحكينا العرس اللي كان مبارح بيجاوب على كتير اسئلة صحيح انه معناتها الكاريتاش ماشي بطريق صحيح رغم شو رغم يعني صعوبة التنقل وغلى المحروقات والبنزين كان في عرس لو كان فيه اوسع بعد كنيسة كانت كمان رح تكون اكتر وابتر ما كانوا فيه ناس وقفين قالك الحل انا بدي اشكك اب سمير غاوي رئيس دير مارمرون مجد المعوش ورئيس اقليم الحرف كاريتاس لبنان اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافية والف مبروك على اليوبيل الخمسين لرابط الكاريتاس لبنان بتشكرك على استضافتك ومنشكرك وبرجع ونحنا كمان لحضرتك عن بتاعتي رسالة وصوت لبنان كمان انه نوصل رسالة الكاريتاس لكل الاشخاص الله يقويكم هيدا ويجبنا اصدقاء المشاهدين والمستمعين فاصل ونطابع عن الماي الملف الاصعب بلبنان وضيفنا رئيس مجلس الادارة المديرة العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جون جبران